ومكملين معكم مشاهدين فقراتنا الحوارية لليوم للحديث عن المساج التجميلي ومساج الجسم وأهميته في المحافظة على جمال الوجه وتنشيط الدورة الدموية وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف خبيرة التجميل مارلين سابع يسعد صباحك ست مارلين أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك ست مارلين نورتي صباحنا لليوم لنحكي عن موضوع فعلا هو مهم بدنا نحكي عنه بين جانب التجميلي وبجانب الاسترخاء هيك من الاسترس اللي عم نعيشه اليوم بدك تحكي لنا بالبداية عن أهمية المساج من ايجا عم بين أهمية المساج كتير مهم لكل سيدة لكل إنسان المهم هو تنشيط دورة دموية تنشيط العضلات مهم أيضا للاسترخاء يعني نشتغل على الجانب الجسدي والنفسي كتير حتى في مرضى يعني المرضى السرطان خلال أنه خلال مسيرة عملي كنت أعمل لهم مساجات كتير يرتاحوا من القلق من القلق اللي بيسببوا الجرعات حتى للأطفال كتير مهم لكبار السن كتير مهم كتير بيحمي منه الأمراض كتير بنشط الزاكرة بيعطي طاقة إيجابية كتير يعني لازم كل إنسان لو مرة بالشهر يكون عنده جرسة مساج طيب أنت عم تنصحينا أنه لو مرة بالشهر ممكن في عالم ما عنده قدرة تعمل مساج ممكن أنا أعمل مساج بالبيت لوحدي بدون مساعدة أي شخص نحنا بنعرف أنه المساج في حركات دقيقة ممكن أنه ما تنعمل غير من خبير المساج فممكن لأي شخص عادي يعملها بالبيت دون مساعدة؟ هلأ ممكن بس ما رح يرتاح أكيد مثل إذا خبير بيعمل له مساج بس إذا في وجع راس في وجع كتاف في نقاط حيوية بالجسم بتبلش من منتصف الظهر في عندك لوح الكتف بين عدم لوح الكتف والعمود الفقري هاي النقطة إذا بس هو ما رح يقدر يوصلى هي لوجع الراس لوجع الراس ولوجع الكتاف حتى في مساج للراس بس ما رح يقدر يوصلى الشخص لحاله إذا بيقدر يستعين بشخص تاني بس النقطة معروفة بين لوح الكتف العظمة والعمود الفقري ما منقرب على العمود الفقري أبدا هون في عندنا النقاط هي اسمها نقاط حيوية إذا هلأ إذا أنا بحط إيدي عليها مثلا عندك فورا بتحسي فيه وجع أنا بسحب من تحت لفوق الوصولة للرقبة ووصولة للراس بتقول لي الكتير عم برتاح في شي عم ينسحب مني طاقة سلبية وجع هيدا بالشخص ما رح يقدر لحاله ممكن الكتاف ممكن الرقبة ممكن الدراس حتى هون بالجبين فيه بالحواجب فينو يسحب هون كل هيدا جبه الصدغية كل حتى بالراس في نقاط وجع في نقاط حيوية خادر على عمله لوحده بشكل شخصي بيقدر راس وبيقدر الكتاف لحاله حتى بالإيد عندك هون عصب الزند فيه يمشي من فوق لتحت الوصولة لهالمنطقة إذا فيه وجع كتير بيرتاح الإنسان من هالمنطقة هي وحتى الراس كيف نحن بالحمام كيف نعمل بالشامبون مثلا بروس الأصابع أهم شي روس الأصابع إذا بيقدر أي شخص مثل كيف بالحمام بالشامبون من الجبين نحن نازلين كتير بيرتاح لحاله بس إذا فيه خبير أو فيه شخص تاني يكون كتير أفضل نعم يعني ست مارلين هاي من الناحية العلاجية حكيتين لك خلنا أخذ شوي من الناحية التجميلية مثل ما بنعرف فيه مساج للوجه شو أهمية المساج للوجه؟ هلأ أهمية المساج للوجه كمان تشيط دورة دموية بيأخر كتير لتجاعيد التعبيرية والشيخية نحن عنا تجاعيد تعبيرية كلها يعطنا بنعرفة هون من فم 11 هاي ديبل العمية في عندك زوايا الفم في عندك ثلاث خطوط تجاعيد الرقبة وثلاث خطوط تجاعيد الجبين والعضلة الوجنية الكبرى أول عضلة بتنزل بفعل الجاذبية الأرضية والجاذبية الأرضية هي اللي بتخلي الجسم يتهدل حتى الوجه فحركات المساج بدا تكون من ديبل ديكلتة للرقبة للوجه لأن كلها نفس البشرة طب ممكن تعلمنا كيف ممكن نقوم ببعض هاي الحركات لعلم المشاهدين شوي إذا كل يوم بزيت جنين القمح أو الحلبة أو اللوز أو أي كريم ليلي أو نهاري منحطوه منحطوه بطريقة عكس الجاذبية الأرضية من تحت لفوق منبلش مثل ما أنا بدي كلتة لأنه كمان هون بيترهل منبلش هيك الرقبة كمان كله سحب طبعا بناعمة كتير كله سحب هون زوايا الفم نحن حافظين وانتجا عيدنا منفتحها هيك هاي العضلة منرفعها حتى هون منرفعها هاي دي إذا في هاي دي الإشارة منفتحها هيك بالعكس تجاعد اللي جبين ثلاثة بهالطريقة يعني كله سحب يعني دائما عكس التجاعد يعني لازم تكون الحركة تماما أو عكس الجاذبية الأرضية إذا كل يوم خمس دقايق أو عشر دقايق كتير مفيدة لتأخير التجاعد يعني بيعطي كتير للوج روناء حتى بيعطي خدود يعني هو بنشهد حتى الكولاجين هالمساج هيدا مسائح خفيفة زريفة مو مكلفة طبعا فينا نقول أكيده بتفيدنا يعني وبعكس الخطوط طب في حالة يعني هاي الخطوات أخطأ الشخص بقيام بها أو بمعارسة على الوجه وخصوصا على الوجه في خطورة هلأ على الوجه ما رح يغضطوه لأنه كتير سهلة واضحة كتير سهلة طب عجل السم يعني في الحالة العلاجية أكيد في خطورة في أخطاء في أخطاء أكتر شي بالعمود الفقري في أشخاص بيكون ما عندهم خبرة ولا ولا عاملين دورات ولا دارسين بيفوتوا على المساج ممكن كتير يأذوا الشخص اللي عم يمنونه المساج لأن العمود الفقري حركاته هي حركتين وكتير خفاف كتير بهالأصبعتين بس العمود الفقري خصوصا والفقارات بنبلش هم ضلعص هاي أول فقارات العجزية القطنية هاي دي بفقارات الأسفل الظهر كمان كتير مهم أن يكون كتير رائعين يعني فيه إلى حركات معينة في عندك نقاط الأعصام مثل العصب الوركي كمان بتبلش من أسفل الظهر بتسحب لنص العضلة الإليوية ولنص الفخد لتحت للأقدام هاي مهم كتير إنه ما كتير نشد على العصب وقت المساج حلو هل عملنا مساج للوجه عملنا مساج للجسم فينا نعمل مساج لجهاز المعدة والأمعاء وإذا فينا شو هي الطريقة لأنه أشياء داخلية بالجسم يعني مو كتير ظاهرة المعدة والأمعاء هلأ مساجه البطن كتير مفيد للمعدة أو الأمعاء بس يكون كتير خفيفة لأمعاء مثلا إذا في أشخاص عند دون كولون الحركة رح تكون دائرية 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 ولتحت هاي دي بس مشان تخلص من النفخة من النفخة هاي دي عند الأطفال كمان وعند الكبار عند الأطفال كتير مفيدة بس بدنا ما عكس الجاذبية الأرضية لأ مع الجاذبية الأرضية وحركة دائرية وفينا كمان هالنقاط نحنا نلقى بأسفل القدم لأنه في نقاط انعكاسية بأسفل القدم كمان بتدل على منطقة هي باطن القدم هي الباطن في عندك المعدة وفي عندك الأمعاء بباطن القدم بالمنتصف تقريبا يعني مساج القدم كتير كمان مريح ومفيد كأنه كل الجسم مرتبطة ببعضه والأمعاء والأعصاب كلها مرتبطة ببعضه طب سيدة مارلين عم نحكي عن الناحية العلاجية لنحكي عن الشخص اللي بيقوم بالمساج أكيد لازم يمتلك شروط محددة يعني يمتلك قدرة على إعطاء العلاج بإحساس داخلي طاقة إيجابية يسحب الطاقة السلبية من الشخص اللي هو الدعم شو بدك تحكي لنا عن أهم الشروط لو عجب توافره هلا أهم الشروط للإنسان لازم يكون إيجابي هو شخص إيجابي بالحياة الكيد نحنا بنعرف يعني إيجابي وسلبي شو الفرق بينه الإيجابي بحياته العائلية بحياته المهنية أنه ولا أي مشكلة مثلا متزعجوا ما يكون كتير بعصب يكون كتير رائع لازم يكونوا كتير في رواء كتير في إلمام بالمعارف حتى أنه أي سؤال ينسأل فورا يجاوب أنا مثلا زبايني أنه مجرد ما بلشت بالمساج في كتير بيسألوني كتير بيأخدوا رأي يعني أنا فورا بجاوب بساعدهم يصيروا بطريقة لا إرادية يمكن يحكوا لي هنا مواجهة تماما فيه أشخاص ما بيحكوا أبدا بتركهم يرتاحوا لأنه هو الأصول ما ينحكى بالمساج ليرتاحوا أكتر بس فيه أشخاص بيحبوا يحكوا أنا بتركهم على راحتهم فلاسم أنا كون كتير ريحة وكتير عندي طاقة إيجابية هذا كتير كتير مهم طيب فترة من الفترات مريتي فيها ست مارين أنه أنت حاسي حالك في عندك طاقة سلبية كتير وطاقة الإيجابية الرايحة وعندك زباين مثل ما عم تقولي عم يجو مش عن المساج فممكن أنك أنت تأجلي هاي الجلسات لمساج لحتى ترجع طاقتك الإيجابية لتقدري تعطي أكتر ممكن مرة عملتها بس خلال أربع سنين مرة واحدة صارت معي واندمت لأني مرة حد لأنه وقت بروح برتاح ممكن بتاعتي طاقة إيجابية كمان من الأشخاص إذا كانوا هنا عندنا طاقة إيجابية بيعطوني وبينثى بالعكس هو لازم من ضمن الإنسان الإيجابي أنه وقت مربي مشكلة يلهي الحال وفورا بشي نسيها المشكلة مشان ما يضل فايت فيها طيب حلو كتير تب تحكي لنا يعني كيف بدأتي هذا النوع من الفنون فن المساج بدأتي هذا المشوار طبعا حسيت بنفسك أنك قادرة تقدمي شيء يعني للزبائل اللي عم تحكي عنهم بطاقة إيجابية موجودة فيك كيف بدأتي وكيف تعلمتي هاي الفنون هلا بدأت أنه أنا بحب هيدا المجال كتير يعني كتير حاولت أني أنا أتعلم الأصول فكان في معهد المأموم بالشام هيدا معروف كتير عملت في دورات أول شي كانت دورات مساج صحي بعدين مساج تنحيفي بعدين كفيت بشرة وكفيت كذا الصبع دي المساج كل المجال عطوى كل المجالات هو المأموم بالشام طبعا وبيعطوا شهادات ويعني شهادات المعترفة علي وكل شيء وكتير كان يعني أيام الدورات كتير كانت منتعة لأني الخبيرة كمان كتير كانت شاطرة طبعا أنت مثل ما عملت دورات مثل ما عملت حضرتك دورات عم تعملي هلا مثل ما عرفنا فتحتي باب تدريب لكتير من الأشخاص فالأشخاص اللي عم يجوا يتقدموا على هاي الدورات في شروط معينة للقبول ولا لأ كل الأشخاص على حد سواء الشروط المعينة بنرجع على الطاقة الإيجابية يعني كتير أنا علمت يعني عشرات الطالبات صرت معلمة الطاقة الإيجابية أهم شيء في مننا نحس لأني أنا يعني فوت عصفي عشرة وخمسة عشر طالبة في مننا نحس أنه ما خرجهم بس هنا يكونوا أنه خلاص فايتي مدنا يتعلم لولا إلنا لولا أهل بيتنا بس أنا ركز على الطاقة الإيجابية ركز أنه أنت تحبي هالمهنة تحبي أنه أنت عم تريحي هالإنسان فالبي يقول لي أنا بحب ريح الشخص الإدامي خلاص بوثق تماما أنه بدأت نجح بشغل نعم وخصوصا يعني هاي المهنة أكيد هي بحاجة لتحب تريح الشخص الإدامه لأنه يعني هو جاي فعلا لا يسترخي ولا يرتاح إذا ما كان عنده شيء تعطيه يا أكيد ما رح تنجح بالنسبة للمدة الزمنية اللي ممكن يعني معطى الإيجابية أكيد في فنون خاصة لكل خبير أو لكل شخص حاب يتعلم فن المساج هاي دي المدة قديش ممكن تاخد يعني هو بده خبرة مع الإيام حضرتك إليك أربع سنوات أكيد تعلمت كتير لكن مع البداية المدة معينة لا يدخل فعلا ويصير يعمل مساج من شهر لشهرين فيني إليك بكفي بكفي كافي المعين واللي عم يجوا وحابين عم يكونوا مشتغلين بالبيت مع أهلهم فالحركات معنا صعبة أبدا إن هي صحية في كل منطقة تقريبا عشر حركات بس بعنا صعبة اللي بيحب المهنة رح يتعلمها فورا ونحنا مساجنا صحي وتنحيفي مثلا مدخلنا بالعلاج الفيزيائي دعونا الصعوبة هاي دي هي الصعوبة بيضلوا صنين يتعلموا لهاي بس نحنا مساجنا شهرين بكفي أكتر من هيك يعني بيطلع الشخص مبسوط من عندكم يمكن بهالشهرين أكيد أكيد وأنا دائما أقول لهم أشتغلوا فورا بالبيت كل يوم أعملوا مساج لأن إيدك لحالة بتمشي يعني فينك أنت تبدعي حركات لتريحيها للإنسان وأنا كتير صارت معي أكيد حكيتي أنت هلأ عن أنه المساج له كتير مجالات وكتير فروعة وحكيتي هلأ عن مساج التنحيف خلينا نحكي شوي عنه نتطرق لهذا الموضوع شوي مساج التنحيف شو طريقته أو مساج تكسير الشحوم طريقته مختلفة تماما عن المساج الصحي بتكون أقوى الحركات فيها أقوى أكتر ما تمدع تكسير الدهون يعني ما تمدعها لحركتين هي العجن والبوكس هاي دي هون نستخدم هاي دول أتل معناتها لا 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 ما كل هالشي يعني فيه وجه بس مدروس وكتير بيجوا بيقولولي كتير زرقين بعد المساج التنحيفي كتير غلط لأنه ما لازم يكون فيه أبدا زرق خيضة كتير غلط نحنا بدنا نمسك السلوليت يعني هو بس السلوليت نحنا ما بدنا نمسك العضلة العضلة تماما السلوليت بدنا يعني نفرطه لأنه بيكون هو دهون متراكم يعني دهون متراكم صادفتيا سيدة مارلين يعني وكان فيه فائدة مننا أما لابد من أنه تترافق ببعض التمارين الرياضية أيضا ويمكن نظام غزائي أيضا أكيد المفروض لازم المساج لحاله إذا ما كان يعني الجسم كتير هلأ في منهم بيجوا مثلا كتير نحاف بس عندهم شوي بطن ممكن ما لهم يعملوا ريجيم لأنه كتير نحاف بيروح البطن بالمساج كتير بسهولة دهون كتير خفيفة بس اللي بيجوا عندهم صمنة بدهم نظام غزائي رياضة كل يوم حتى بلهم ساعدوا حالكم بيشرب في زهورات معينة كتير حارقة للدهون فضروري مساج نظام غزائي رياضة يومية وحتى المساج التنحي في زيوت خاصة من لف نايلون هيدا النايلون فورا بيروحوا بيمشوا ماشي أو رأس أنا بقول لهم يا ماشي يا رأس البي رايحة الست البيت اللي بريحة تعمل كتير بيروح من السوائل السامة المترافقة مع السيلوليت والتي بتعمل حجم بالجسم هيدا كتير مفيد هيدا المساج ولف النايلون لف النايلون حكيتي انتي هلا عن الزيوت فخلينا نحكي شوي عن نحنا بنعرف انه المساج كتير بيحتاج لشغلات مسحلة يعني للحركات الجسم أو تقارب اليدين من الجسم بده شغلات تساعده اكتر على الريونة فشوي اهم الزيوت اللي لازم نستخدمها بالمساجات ممكن زيت جوز الهند بينفع أو اي شي هلا اجوز الهند للمساجة الصحي بدك التنحيفي بقلك القرفة الزينجبيل اللوز الغريفون هيدو الممتازي للتنحيفي للتنحيفي أما التجميلي التجميلي الوش زيت الحلبة جنين القمح اللوز كل زيت لحاله ما نخلطهم أما التنحيفي نخلطهم مع بعض ما مشكلة الصحي زيت حط البركة ممتاز زيت اللافندر حط البركة ممتاز وزيت الغار هذا الصحي المساجة الصحي لأنه بيكتير بيعالج آلام العضلات والمفاصل طب اليوم إذا بنا نحكي عن ثقافة هيدا الموضوع بالمجتمع بشكل عام صارت منتشرة أكتر من قبل يعني هلأ صار فيه اشياء كتير جديدة تعرفنا عليها مثلا موضوع الطاقة موضوع اليوغا في مواضيع مختلفة اليوم متعددة طبعا وصلنا لنحنا لليوم أيضا المساج يعني أحد هاي المواضيع كيف الثقافة بالنسبة عند اليوم الصبايا الشباب المجتمع بشكل عام ثقافة المساج عم تكون فعلا فعليا قبول فعليا قبول كتير يعني ما بقى في شي عن جد للمنت كتير فتح بواب يعني عرفت كيف انه فتح بواب للناس تتنور في أشخاص كتير بيعتبروا المساج انه اي شي عادي انه بس حتعمل المساج هيك بس لأ هو كتير صحي وكتير علاجي وكتير مفيد فالأوقات بيجيني هيك أشخاص انه بدني عنه مساج بس انه لأني حابة عملت رفيتها بس وقت بتخضع للجلسة كتير بترتاح وكتير بتقلي عن جد شي كتير مهم بالحياة المساج هلو سيدة مارلين طيب تعطينا نصائح مهمة للسيدات طبعا ممكن الرجال تعطينا شوية حركات لنقوم فيها بالبيت بشكل يومي كان مثل ما عم تقولي عشر دقايق ممكن تكفي لانعاش الجسم وانعاش الدورة الدموية بالجسم فتفضلي هلا الوش نحنا لنا بلشنا كمان بوجعها هيدا كتير كتير متعارفة ووجعها الكتاب نسمي بالعامية كمان الوتاب بيطلع على الرأبة على الرأس بينظر على الإيدين بلشنا انه فينا من لوحة الكتف يعني فينا نقوم بص الظهر نحنا وطالعين بين العمود الفقري ولوحة الكتف نعمل بالأصابع بس كتير لازا بتكون الحركات مدروسة ورايئة بفورا ننبلش بقوة لان كتير منتعب يعني هو الأصول المساج يكون من من الأصابع للرأس هيدا الأصول كل الجسم بس أي شخص ما راح يقدر لحاله يعمل هالشي أكيد يعني حتى الأصابع إذا بيقدر يعمل مساج للقدم بحركات دائرية يعني المشكلة لأن ما فينا نشرح كل شي لأنه بدنا شي عملي بدنا شي عملي لأنه كتير في حركات يعني أكتر حركات هي مع عقارة بالساعة دائرية أو حركات العجن نسميها العجن يا بكل الإيد حسب المنطقة أو العضلة يأذى أصابع الإجر بالاستخدام الإبهام والسبابة متل ما بعرف إنه كل أصبع من أصابع الرجل مرتبطة بشي معين بالجسم بعضه معين فخلينا نحكي لمحة عنه هدون إن شاء الله تمكن تساعدينه على فهم هيك أمور عندك الإجر مثل الإيد فيها منسميها رفلوكسولوجي مقاط إنعكاسية الإصبع الكبير الراس الراس والدماغ وحتى الرأبة يعني الإبهام من تحت الرأبة نحنا ونازلين ترتيب القدم متل ترتيب الجسم تماما بعدين العين الإصبعتين العينتين وآخر شيء الأزن بس باطن القدم عندك بإجر اليسار عندك القلب باليمين ما في القلب بس باليسار جهة اليسار تماما في عندك بالترتيب باطن القدم القلب الرئة بعدين المعدة البنكرياس كيف ترتيبهم بالجسم هيدا باطن القدم كله عندك العمود الفقري بالباطن القدم من جوه تحت الإبهام أصبح يعني هاي الحركات إجباري بتحتاج لخبير يعني لحتى يوصل لهالنقاط المحددة حتى لو تعرفنا عنها ومشاهدينا لابد من وجود خبير يقدر يرتاح على هالنحو الوتاب اليوم مرتبعت كتير بالصيف يعني بفترات الشوب اللي كتيري وفترات الشي تخلينا نقول كمان بالبرد هو بحاجة فعلا لمساج خاص فيه صحيح يعني اليوم أكيد هالحالات عم تشوف فيها شو بلك تنصحينا بالنسبة للوتاب اليوم كيف ممكن نحن نريح حالنا لأنه هاد دائم بصراحة الوتاب أسبابه كتيرة الحر الشديد البرودة الشديدة باللشة بالعوامل الجوية في عندك نقصي الفيتامينات المغنيزيوم الكاليسيوم بيتامين بي كتير بيزيد هالحالة بقى حسب الصبية ووضع بيسألهم أنا متجوزة عازمة جايبة أولاد كله بيأثر لح تأعرف شو السبب ممكن الأعداد الطويلة المكتبية ممكن الموبايل هلأ عنا الموبايل عم يعمل مشكلة طبعا صحيح إنه ساعات يعني ساعات على الموبايل عم يسوي وجاع كتاف ورقب تماما صحيح فلازم يكون يعني حذرين الحر الشديد البرد الشديد ما يكون مثلا ببرودة ونروح الشوب أو بالعكس وفينا نحن نعمل تبارير رياضة كتير كتير مريحة يعني الشي اللي عم تحكي سيدة مارلين شي علاجي هو بحاجة فعلا دائما لمتابعة ودراسة يعني حضرتك درستي فن المساج وعم تتابع عم تتوسعي أكتر بهذه السقافة يحكي لنا قديش يعني مهم دائما الإنسان يواكب ويتابع يعني شي علاجي حتى عم تحكي ضمن ممكن العلاج الطبي بالنسبة للوتاب بالنسبة لها شروط وخطوات معينة شو بلك تحكي لنا عن أهمية المتابعة المتابعة مهمة كتير لأن كل يوم بالعلم وبالطب كل يوم في شي جديد فأنا دائما بتابع هلأ بالمساج خلص معروفة هيدا موضوع طبي يعني معروف ما رح ما رح يطلع شي جديد إلا بس الممكن الأدوية المعالجة لأنه ممكن في أشخاص يحتاجوا لمضاد تشنج يعني هيدا أكتر شي بيقولولك ما عم نرتاح ففي أنواع أفضل من أنواع هلأ بالمساج التنحيفي ممكن أكتر في كل يوم تطور أكتر حلو بالمساج التنحيفي في حضرتك في أنواع من الأغذية بتنصحي فيها مرضاكي إنه يتناولوها طبعا البروتينات والخضروات البروتي بيحرق الدهون هو المعادلة بالجسم البروتي بيحرق الدهون وبيدوبها أيضا يعني بالمقابل بالعكس ممكن بعض السيدات يكونوا حابين يكون في زيادة بالوزن كمان ممكن يتبعوا طريقة معينة مع نحت بالجسم من خلال المساج ولكن زيادة في مناطق معينة تعرفين أكيد ما رأيكي هكي حالات ممكن الأغذية اللي ممكن تأخذها الصبية تحكي الأغذية الأغذية بتنصح بس المساج اللقم لأن المساج بنحك ما بنصح حسرا يعني ممكن يكون في عملية نحت للجسم بمناطق محددة الخصر ممكن نحن عندنا نحط الخصر كثير منستخدمها بالمساج بحركات معينة في عندنا رفع الديرية كمان كثير منستخدمها ممكن إذا نحيفة ومسحة شوي ممكن ساعدها بس لنحيفة إذا بدها تنصح تروحها فورا على التغذية على التغذية بالأكل اللي بنصح كتير حلو أنت كيف شفت الأقبال بما أنا عم تقولي صار لك أربع سنين بهذه المهنة كيف شفت الأقبال واستيعاب الناس لهذه الفكرة الحمد لله ممكن نحكي عن محافظة اللاذقية يعني فينا نحكي أكتر عنه كتير في إقبال باللادية كتير حتى بالمحافظات اللي بقيانة بيقولولي ياريتك بالشام ياريتك رفت كيف ياريتك بترطوف كتير كتير في إقبال وكتير الناس عم توعة حتى بالنسبة يعني للشباب اللي عم يعني حضرتك قلت يريدك تساوي دورة للشباب للإقبال أنه فيه شباب حابين يتعلموا المساج ويقدموا الشيء الموجود عنده إقبال للتعلم كتير هلأ لكل الصبايا أنتم بلاحظين ممكن أنه مراكز التجميل كترانة يعني كافة مراكز التجميل لأنه عن جد الست صارت عم توعة أنه قديش يعني قديش لازم تحتم بحالة صحيح فالإقبال سواء على المساج ولا على المكياج ولا على أي مهنة تجميلية كتير عم يكون كبير وكتير الصبايا حتى الجامعية مثلا أنا علمت بمركز بطرتوس بمعهد كان في عندي صبيتين واحدة عم تدرس طب واحدة عم تدرس هندسة عم يتعلموا مساج لحتى بدهم يسافروا لحتى يكون عندهم شغل مع دراستهم يعني حتى اللي عم يدرسوا طب عم يحبوا يتعلموا مساج أو مكياج لحتى يستفادوا منه مع مهنتهم طبعا يعني شيء تجميلي هو اليوم يعني مثل باقي العمليات التجميلية بالإضافة للعلم والطب والمعرفة والعلاج هو شيء تجميلي اليوم صار فينا ومطالب فيه ممكن هلأ تعطينا ست مارلين بعد هالموسوعة الصغيرة اللي قمت بأنه انبسطنا كتير واستفدنا كتير من معلوماتك تعطينا نصائح أخيرة لأ نصائح الأخيرة أنه كل ست بتعاني من الأوجاع لسكرداها أو بتحس أنه هي تعبانة نفسيا ما بتعرف ليش لأنه كتير كتير بتمر علينا هالمراحل وخصوصا بظروفنا من صحة أنه عن جد تلجأ للمساج وتلجأ للاسترخاء وتجرب لأنه كتير بدأت ترتاح كتير بدأت تنسحب مننا طاقة سلبية وكتير بدأت ترتاح وبدأت تحس كأني سحر حلو كتير طبعا نحن بنتشكرك بنتمنع لك كل التوفيق ونورتي صباحنا لليوم خبيرة المساج مارلين السابة يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك كتير مبسطت كمان بأسئلتكم وأهلا وسهلا أكيد إحنا مبسطنا بوجتك ست مارلين وأكيد أنا بشكل شخصي أنا استفدت من معلوماتك أهلا وسهلا فيكي ويا سعد صباحك